جبل ناصة هذا الجبل الذي هرم الدهر ولم يهرم يمتد هناك تاريخ من الرفض والمقاومة التي عرفت به هذه البلاد يقف هنا شاهداً على انتفاضة شعبية ومقاتلين من أبناء المنطقة وقفوا في وجه الميليشيا بجبهات موريس وحمك والعود والحشا رغم نقص في الذخيرة والإمداد هنا شمال الضالع وتحديداً موريس منطقة التماس بين شطرية البلاد الواحدة وهي جدار الصدي أمام هجمات متتالية من قبل الميليشيا تقف وحيدة لتحمي من خلفها من بلاد تدور هنا معارك ضارية بأسلحة متوسطة بعد أن دفعت الميليشيا بقوات كبيرة وكلما كسرت قواتها عززت بأخرى حتى سيطرت على جبل ناصة المطل على مدينة دامت وعدد من المواقع في جبهتي دامت والعود وحمك شمالي الضالع تبرز المخاوف من إحكام الميليشيا السيطرة على دامت وقطع طريق لإمداد أمام أي دعم محتمل وهو ما يعني عودة الميليشيا إلى المحافظات الجنوبية خسارة المواقع جاءت بعد مواجهة هي الأعنف استمرت لأربعة أيام المدينة شهدت نزوحاً لمئات الأسر هرباً من المعارك الدائرة تتوالى المناشدات لقيادات الجيش الوطني والتحالف من أجل التدخل لإنقاذ الجبهة الشمالية من الضالع قبل أن تنال ما نالته حجور من خذلان ودمار تستنفر الميليشيا قواتها في مناطق متفرقة من البلاد كتاعز والضالع والبيضاء وحجة بعد أن أمنت جانب الحديدة بعد توقف المعارك فيها يحشد الطرفان قواتهما على خط التماسي بانتظار معركة قادمة فمانيان تسير